فإذا ذكر أكتوبر لا بد أن يذكر ملحمة الجيش المصري القوات المسلحة المصرية ورئيس مصر وقتها الرئيس محمد أرور السادات الذي أعد العدة ووضع الخطة ورسم خطة خداع استراتيجي كأمهر وأمكر الدهاء العسكريين على مستوى العالم لدرجة أن الإسرائيليين أنفسهم في اعترافاتهم ويومياتهم ومذكراتهم بعد حرب أكتوبر قالوا أنه نصف انتصار المصريين أو نصف هزيمة الإسرائيليين سببها المفاجأة والخداع الاستراتيجي الذي تقبلناه الرئيس الراحل أنور السادات عشان كده كان الرئيس السادات كان مهتم جدا بفكرة الخداع الاستراتيجي لأنه عارف أنها حتدينه 50% من النصر الباقي بقى الخطة العسكرية والعبور والغطاء الجوي والضربة الجوية والدفاع الجوية كل الكلام القتالي العسكري الفني لكن الكافر هو خطة الخداع الاستراتيجي البالغة الذكاء والدقة والسرية اللي كان بيمارسها بنفسه ويقودها بنفسه الرئيس الراحل أنور السادات وإحنا كل يوم في أيام هذا الأسبوع وإحنا بنحتفل بأعياد أكتوبر وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد كل يوم هعرف حضراتكم على واحد من أبطال الحرب لأنه احنا دورنا في الإعلام مش بس أن احنا نقول لكم كل سنة وانتوا طيبين النهاردة ذكرة أكتوبر أو هذه الأيام نحتفل بذكرة أكتوبر لا وأرجوكم أن محدش من الكبار يقول لي يتمنى ما خلاص ما احنا عرفنا وحتفلنا على مدار أربعين سنة وأكتر أقول له لا أولا هنفضل نحتفل إلى أبد الظهر لأن هذا الانتصار يستحق أن احنا نحتفي به رقم اتنين أنا لما بحكي عن الحرب وخطة خداع الاستراتيجي والملحمة العسكرية العظيمة اللي عملناها كقوات مسلحة وفي ظهرها الجيش المصري اه في ظهرها الشعب المصري مش ببلغ حضرتك أنت اللي أنت أدي عندك خمسين سنة ولا أجبر شو عندك سبتين سنة ولا أصغر شو عندك سبتين سنة لا أنا هدفي أن ابني وابنك وحفيدي وحفيدك وبنتي وبنتك وحفدتي وحفدتك يبقوا على نفس القدر من الزهو والفخر والفرحة اللي جوانا طب حيبقوا إزاي فرحانين زينا لو ما عندهمش المعلومات زينا لو ما عاشوش الأجواء زينا لو أبوهم ما عاشو معاهم وحكالهم زي ما بونا قعد معانا وحكالنا رحمة الله على أبائنا جميعا من مات منهم وربنا يدي الصحة لمن بقي على قيد الحياة من أبائكم لو الفخر والمعلومة والحكايات والروايات والمعجزات والبطولات ما تورثنهاش جيل بعد جيل للأسف الفرحة هتنقطع والفخر هينقطع والأجيال الصغيرة من المصريين هيتولدوا ويحسوا إن ما لهمش ظهر إن ما لهمش تاريخ قوي تسنده عليه ما لهمش مفاخر وبطولات وإعجازات عسكرية العالم كله كان بيتكلم عنها لحد سنوات قريبة جدا وتدرس فيه المعاهد العسكرية اللي مالوش كبير بيشترينه كبير واللي مالوش تاريخ بيشترينه تاريخ فما بالك إحنا لنا كبير اسمه الجيش المصري القوات المسلحة المصرية وعندنا تاريخ زاهي بالأمجاد والبطولات سواء العسكرية أو الوطنية أو الشعبية أو السياسية ما ينفعش حبل الوصال يتقطع لازم أجيالنا تعرف اللي حصل علشان يفضل طول الوقت محفور في أذهانهم ويفهموه ويحفظوه وينقلوه لولدهم وأحفادهم هكذا يورث الفخر وهكذا تورث إنجازات الوطن النهاردة حبدأ معاكم بشخصية أنا كلمتكم عنها ما ينفعش أبدأ بأي شخصية تانية من أبطال قوات المسلحة اللي كان لهم إسامات كبيرة في حرب أكتوبر قبل ما أبدأ به بطل الحرب وقائد الحرب وصاحب قرار الحرب وصاحب خطة الخداع الاستراتيجية التي كان لها نصيب الأسد في انتصار مصر في الحرب الراحل أنور السادات صواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز زعفة موجودة الآن على قواعده مستعدة للانطلاع بإشارة واحدة إلى أعماق الأعماق في إسرائيل بطل الحرب والسلام وقائد الانتصار العظيم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة الزعفة عبارات ظلت راسخة في أذهان جميع المصريين لما تمثله من قيمة تاريخية كبرى جسدها الزعيم الراحل محمد أنور السادات كي تثبت للعالم أن مصر تمتلك درعا وسيفا ليكتمع الوطن العربي على حبه ويغضى بالعالم لوفاتها أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد قوم أنه قد أصبح له درع وسيف فثمانية وأربعون عاما مضت على حرب سادس من أكتوبر المجيدة هذه الملحمة التاريخية الكبرى التي ينحنينها العالم احتراما لما حققته العسكرية المصرية من انتصارات صاحقة على العدو الإسرائيلية سيخلدها التاريخ بأحرف من نور على مر العصور أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة الثلاثة وسبعين حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب ولد محمد أنور السادات في الخامس والعشرين من ديسمبر من عام الفين وتسعمائة وثمانية عشر في قرية ميتا بوكون بمحافظة المنوفية ليواجه فيما بعد حياة شقة مليئة بالأحداث المسيرة منذ أن كان ضابطا في الجيش المصري في أربعينيات القرن الماضي حتى وصوله إلى منصب رئيس الجمهورية في مرحلة بالغة الأهمية تعرضت فيها مصر لنكسة عام الف وتسعمائة وسبعة وستين ثم وفاة الزعيم جمال عبد الناصر استمرت فترة ولايته لمصر 11 عاما اتخذ خلالها العديد من القرارات التاريخية الخطيرة التي هزت العالم وأثبتت الأحداث صلابة السادات في مواجهتها ومرونته الفائقة على العمل على تفادي مصر المخاطر الجسيمة حيث بنى استراتيجيته في اتخاذ القرارات على قاعدة تاريخية منسوبة إليها وهي لا يصح إلا صحيحة يبقى السادات أحد أهم رؤساء مصر على مر العصور لما حققه من نصر على العدو الإسرائيلية فأعاد القرامة واستعاد الأرض وكتب أولى نصر للعرب على إسرائيل ليكتب مجدا جديدا يضاف إلى أمجاد الجيش المصري الباسل وبعيدا عن ظهور هذا أمام العالم أجمع اعترفت إسرائيل باللطمة التي طلقتها من السادات والجيش المصري ولشدة الصدمة سارعت إسرائيل لتشكيل لجنة عرفت باسم لجنة أجرانات لتحقيق في أسباب الهزيمة الإسرائيلية في حرب أكتوبر سنوات مرت في طور الاستعداد لهذه الحرب الذي قادها الزعيم راحل محمد أنور السادات كان خلالها المحرك الرئيسي والأساسي في هذه المعركة هو العقل فالتاريخ وقادة وزعماء العالم وصف السادات بأنه رجل الحرب والسلام وذلك بعد اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها مع الجانب الإسرائيلية وقرر الكونجرس الأمريكي عام 2018 منح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بمئوية ولادته اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلامة في الشرق الأوسط إسراء أسعد آخر نهور